عشر ثلاث مواطن إيراني موجودين في سوريا من نتين سنة وما عندهم أوراق ثبوتية والرئيس الإيراني رئيسي طالب بشار الأسد بتجنيسهم ومنحهم البطاقة الذكية مستغر؟ أنا مثلك مستغر في عشرة آلاف مواطن إيراني كانوا عايشين من مئتين سنة مئتين سنة قبل ما يكون فيهنا دولة سورية قبل ما نستقل عن الدولة العثمانية عايشين من هداك الوقت وما تمتعوا لاحقا بالجنسية السورية وهلأ جالين يقولون أنه دول لازم نجنسهم ولازم يغضوا البطاقة الذكية لأنه ليش؟ بالنسبة لهم طبعا البطاقة الذكية هي مدخل الجنة السورية بالنسبة لها رئيسي بس يعني دخينة كأنما هي مو بس هاي اللي دخينة اللي دخين في كل ما يجري تحديدا منذ عام 2011 وتدخل الإيراني في سوريا اللي تخين هو أنه نحن كسوريين كنا عم نشوف يوم بعد يوم وين إيران عم تمتلها؟ وين عم تروحها؟ وشو عم تساوي؟ مشان هيك أنا بالنسبة لك علي ويمكن الآخرين تابعوا اللي صار ما تفاجأت بالوثائق اللي نشرتها للمجلة من كم يوم؟ وبالمناسبة هي نشرت محاضر جلسات ويعني أوراق رسمية بمعنى أن الاتفاقيات اللي وقعوها أو تم توقيعها بين الجهتين بين إيران وبين سوريا هي مبنية على هاي البنود لكن رغم التطبيل يعني ورغم الاحتفال بأنه صار في بين إيدينا ووثائق يمكن لازم نفكر بي الأشياء التي لن تذكر في الوثائق الأشياء اللي صار تمشي بالحياة السورية كأمر واقع ومنها يمكن هاي قصة المواطنين الهيرانيين اللي لازم يتجنسون يمكن تكون هي واحدة من العلامات اللي بتواجيين أنه فيه أشياء ما بتنذكر بالوثائق ولا يمكن أن يحكوا عن هذه الشكل الوثائق عموما مهمة ومفيدة بتأشر لأشياء بح تصير أو ممكن تصير وبتصير السوريين مطالب منهم أو مطلوب منهم أنه يغتزموا فيها في حال شو ما صار بالبلغ فيه ناس بتقلك انه ايه ما علي شي وقعوا وقعوا بكرة بس يسقط النظام بنلغيها كلها انت بتعرف شو يعني انك انت تتوقع اتفاقية دولية يعني بين دولتين وتتسجل هاي الاتفاقية شو بيترتب عليها لاحقا؟ ممكن ما بتعرف يمكن لرجال القانون ان يوضحوا خطورة هاي المسألة بس لكن انا بعرف ممكن من حياتي اليومية انه الشيء اللي بيصير اتفاق عليه وبيمشي هذا بكرة يبكتب علينا أعباء كتير كبيرة مشان هيك تجاهل الشيء اللي عم يصير على أرض الواقع هو شيء ما نبه مصلحتنا وهذا الكلام موجه كمان للأخوة العرب اللي هني شافوا خلال هالسنوات الماضية قديش تغلغلت ايران بالجسد السوري تغلغلت كالسرطان بالمناسبة ولن تنتهي من أفعالها إلا بعد أن تقتل الجسد السوري بشكل كامل أنا لما بحكي عن إيران يعني ما بحكي لأنه أنا بكره إيران بالعكس إيران بلد تاريخ طويل في الشرق قيمة ثقافية عالية لكن إيران الولي الفقيه هي جزء من مشكلتنا في سوريا وجزء من مشكلة الاقليم كله صارت حالياً لما أنا بدي أحكي عن الدور الإيراني فيه دور واضح ظاهر هو الدور العسكري لخدمة النظام ولحماية منظومة النظام لكن الأدوار الثاني لازم يكون كتير فيه شغلة عليها اللي هي الدور الاقتصادي اللي هو كمان جزء منه مصادرة الحالة الاقتصادية السورية لصالح الجانب الإيراني والمسألة الثقافية والمسألة التربوية والتعليمية السفير الإيراني الجديد من فترة تعين بسوريا من أول موصل كان عم يزور كل الوزارات وكان يقعد مع الوزراء وكأنه مندوب ثاني وليس سفير يجب عليه أن يلتزم بالعمل وبقواعد العمل الدبلوماسي تركيز كان بشكل أساسي على المسألة الثقافية والمسألة التربوية والتعليمية ليش مهتمي إيران بالمسألة الثقافية بشكل أساسي؟ هل من أجل أن تنقل لنا ملامح الحضارة الساسانية والحضارة الفارسية بشكل عام؟ ليش أن نحن نتعرف عليها كعرب وسوريين؟ نحن نعرفها وإيران هي قيمة ثقافية موجودة في الشرق الشيء اللي بدأت تنقله إيران أكيد ما ستجيب لنا أفلام السينما اللي بيعملوها مخرجين إيرانيين معارضين جزء منهم موجود بالحبوس بإيران حاليا هي ما ستجيب لنا هي الثقافية هي رح تجيب ثقافة خاصة ثقافة الوليين الفقيرة اللي هو ما بيشوفنا نحن إلا برائس لازم يجي يسيطر عليها من أجل يطبق لبرازور اللي هو أنه لازم يكون كل المنطقة مصبوغة بنفس الطابع تبعه وهذا الشيء أنا ما عم بفتري فيه على الإيرانيين شفت الدور الإيراني في العراق شفت الدور الإيراني في لبنان شفت الدور الإيراني في اليمن وسوريا طبعا لهيك التحذير من الدور الإيراني هو تحذير استراتيجي بمعنى أنه نحن بدنا ننتبق هذا الشيء اللي عم يسوه حاليا سيخلخل المجتمع السوري وفعليا هو هيك نحن ما رح نيجي نقول أنه والله يعني ما عنا شيعة لا نحن عمنا شيعة في سوريا وهذور الشيعة هن طائفة معززة ومكرمة من قبل المجتمع السوري لكن لما بيجوا الإيرانيين بدهم يتعاملوا مع المجتمع السوري بوصفهم شيعا وبوصفهم كما يدعون يعني الواجهة الأساسية للمعتقد الشيعي لا بيكون في مشكلة كتير كبيرة لأنه السوريين هن اللي بيقرروا واجهتهم كيف يكون وكيف يكون مجتمعا وكيف تعبير الطواقف عن نفسك لازم يكون الدور الإيراني اللي عم نحكي عليه أكبر مما نتخيل وأكبر مما يتوقع الأخوة العرب لهيك التحذير لازم يكون كتير كبير والتذكير لازم يكون واضح ومكرس قلب العربة النابل دمشق تتحول شيئا فشيئا إلى قلب العقيدة الدينية الخاصة بالولي الفقهة وهي مشكلة ما بتخيل أنه نحن لازم نختصرها بفيديو وحتى بمقال مثل اللي كتبته أنا اليوم بجريدة المدنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر